لليوم الخامس على التوالي قصف ايراني يستهدف مقر ومراكز ومعسكرات التنظيمات الارهابية في عمق اقليم كردستان العراق القصف استهدف مواقع تابعة لحزب كومليه الانفصالية والحزب الديمقراطي وحزب بيجاك الكردية وفي النتائج الحاق اضرار كبيرة بالمراكز والمعسكرات التابعة لهم العملية العسكرية الايرانية هذه تأتي بعد اعترافات علنية من قادة الجماعات الكردية المسلحة بدورهم في دعم وتحريك وقيادة الاحتجاجات واعمال العنف الاخيرة في ايران كما تأتي بعد اعتقال العديد من قادة اعمال الشغب ممن اعترفوا بانتمائهم لهذه التنظيمات ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر كانت في طريقها للمدن الايرانية استهداف حرس الثورة لهذه الجماعات ليس جديدا فهي تملك تاريخا اسود تلطخه دماء الابرياء في ايران فحزب كومليه مثلا لم يتوانى عن مساعدة النظام البعثي في العراق لاجل احتلال ايران فقتل المئات من جنود جيش الايراني والمعلمين والموظفين في المناطق الحدودية اما الحزب الديمقراطي الكردي المناد بتشكيل دولة كردية مستقلة فارتكب مجازر جماعية بحق ابناء جلدته من الكرد فقتل وهجر ونكل بالمئات من ابناء العشائر الكردية المؤيدين للثورة الاسلامية وغيرهم من السكان كما استهدف العديد من المواقع التابعة للجيش وحرس الثورة منذ عقود ترفع هذه الجماعات شعار اسقاط النظام والانفصال عن ايران الا ان جرائمها العالقة في اذهان الناس وانكشف اجندتها المدعومة من اجهزة الاستخبارات الاجنبية والاقليمية تضعها في الخانة السوداء عند السواد الاعظم من الايرانيين ضرب ايران لمواقع جماعات الكردية الانفصالية رسالة تحذير في اتجاهين الاول موجه لقادة هذه الجماعات وداعمها من ان ايران مستعدة لضرب اي اهداف تهدد خدودها والثاني موجه لحكومة اقليم كردستان بضرورة تحمل عواقب استضافتها لهذه الجماعات الانفصالية على اراضيها رغم التحذيرات الايرانية المتكررة لها مالك عابدة طهران الميادين